أحد أسواق ووقفت على حقيقة الأسعار وأسباب ارتفاعها مع إبراهيم برقاش في هذا التقرير في جولة قدتنا لإحدى أسواق السيارات المستعملة بالعاصمة لاستقصاء حقيقة ما يشاع حول التهاب أسعار المركبات مع استمرار تراجع قيمة الدينار خاصة وأن الأصداء الواردة تتحدث عن حركة عرض وطلب استثنائية وبدخولنا السوق كانت علامات الدهشة بادية على وجوه زوار السوق فالأسعار ملتهبة ارتفاع أسعار السيارات المستعملة لم يأتي من فراغ فعدة عوامل كانت سببا في إشعال نار الأسعار دفتر الشروط الجديد لوكالاء السيارات والشطن الثاني من الألبيبي وتراجع قيمة الدينار عوامل أخلطت أوراق سوق السيارات الموازي